هو العنوان هو العنوان فأتي إليه هيا ومد كما أمد أنا يدي وعب من اليواقيت الآن لتحيا في البرية لؤلؤيا لتحيا في البرية لؤلؤيا فلم أكو بالغني عن الدراري ولم تك عن جواهره غنيا هو الشعر السكوب بكل معنى ونثر ضوّع الدنيا زكيا فخذ عزما تقيم به لسانا يبين على معانيه عليّ لئن بعدت عليك الأرض فاطوي بآداب قفار الأرض طايا بآداب قفار الأرض طايا هو العنوان كل بيت أقوله من صميمي إن كنه جرى على أبياتي أكتب الحب كي أترجم نفسي وحده الحب ترجمان الذاتي كنت للحب في الأنام رسولاً في يميني خوارق العاداتي بايعتني الورود في كل حقل آمنت بي على الوعود ستاتي ومضت تنفح الرسالة عني في يقين بعطرها وثباتي ليس للورد في المحبة شبه وحده الورد صانع المعجزات جاء في الحديث النبوي قوله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي فنبينا صلوات الله وسلامه عليه المؤدب الذي أدبه الله والمؤدب الذي نشر بأخلاقه معالم الأدب والأخلاق في كل مصعد ومنحدر فالحس يشهد أنه فاق الورى خلقاً وحلما عين إلى العليا سمت أذن عن الفحشاء صما الرحت تكتم حبه لم تستطع للمسك كتما فهو الذي لولاه ما ملئت بيوت الله علما شهد الأنام بأنه ما مثله عرباً وعجما من ذا يساوي علمه بالبحر إن أمسى خضما لا يستوي البحران ذا عذب وذاك الملح طعما هو الأديب الفصيح الناطق المبين القائل أنا أفصح العرب بيد أني من قريش يقول فيه أمير الشعراء أحمد شوقي يكاد في لفظة منه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم حليت من عطل جيد البيان به في كل منتثر في حسن منتظم بكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم فقد أوتي صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم وخواتمة وفواتحة وبعث بالعلوم الكلية والأولية والأخروية يقول الجاحظ في كلامه صلى الله عليه وسلم هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزها عن التكلف استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي فلم ينطق إلا بميراث حكمة ولم يتكلم إلا بكلام حف بالعصمة وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق ولم يرى الناس كلاما أعم نفعا ولا أبلغ معنى ولا أبين عن معناه ولا أدل عن فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء ولذلك قيل فيه تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادية والقصابة وأسدت للبرية بنت وهب يدن بيضاء طوقت الرقابة لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة وضاعت يثرب الفيحاء وفاح القاع أرجاء وطاب أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لينتسابا فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا وكان بيانه للهدي سبلا وكانت خيله للحق غابا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فصاحته وبلاغته وبيانه وعلو كعبه في ذلك حقا لقد أوتي جوامع الكلم كتب الجاحذ كتابا في المعلمين وجمع فيه نوادرهم وحماقاتهم وما هم عليه في مقارعة الصبيان ثم بدى له بعد ذلك أن يعدل عن رأيه ويمزق ما كتب وحدث أنه أتى الكوفة يوما فرأى معلما حسن الهيئة فسلم عليه فهش المعلم له وبش ورد عليه كأحسن ما يكون رد السلام ثم إن الجاحظ باحثه في القرآن وأسباب النزول وفي المختلف والمتشابه فوجده عارفا حاذقا لبيبا ثم ناقشه في الفقه والنحو فكان الرجل فيهما على خير وجه فتجاذب أطراف الحديث في اللغة وأشعار العربي فإذا المعلم كامل الأدب فازداد الجاحظ قناعة في أن يعدل عما كتب عن كتاب المعلمين وتردد على المعلم أياما يأنس بحديثه ويطرب له ثم حدث أن الجاحظ أتى الكتاب ذات صباح فوجده مغلقا فسأل عن السبب فقيل له لقد مات للمعلم ميت فحزن عليه وجلس في بيته للعزاء فقصد الجاحظ دار المعلم ودنى منه وخفف عليه مذكرا إياه أن الموت كأس وكل الناس ذائقه ثم سأله عن صلته بالميت هل هو والدك فأجاب المعلم لا فأخوك فقال لا فزوجك إذن فقال لا فقال الجاحظ إذن ما هو منك فقال المعلم إنها حبيبتي حينها هدأ الجاحظ خاطره وقال له إن النساء كثر وستجد غيرها فقال المعلم وهل تظن أنني رأيتها فقال له الجاحظ وكيف عشقت من لم ترى فقال المعلم كنت منذ أيام جالسا قرب نافذة فمر رجل وأنشد يا أم عمر جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي كالذي كان لا تأخذين فؤادي تلعبين به وكيف يلعب بالإنسان إنسانا فقلت في نفسي لو لم تكن أم عمر هذه أجمل النساء الأرض ما قال صاحبنا هذا فيها هذه الأبيات فعشقتها ولم أرها ثم مضت أيام وجاء الرجل ذاته منشدا لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار فعلمت أنها قد ماتت فأغلقت الكتاب وجلست للعزاء حينها قال له الجاحظ حين رأيتك قد عزمت على تقطيع كتاب المعلمين أما الآن فإنك أول من أبدأ به هكذا ولد كتاب المعلمين على يد الجاحظ لغز الحلقة السابقة من عبقرية السحر الأدبي والتقسيم الشعري الحسابي عند أبي نواس أنه قال جنان حصلت قلبي فما أن فيه من باقي لها الثلثان من قلبي وثلثة ثلثه الباقي وثلثة ثلث ما يبقى وثلث الثلث للساقي وتبقى أسهم ست توزع بين عشاقي فإلى كم قسم قلبه وكم أعطى جنان من أسهم قلبه مع الساقي وبقية العشاق والجواب أن الرجل قسم قلبه إلى ست أثلاث في مجموعها واحد وثمانون سهما ولجنان من ذلك اثنان وسبعون سهما أما عن لغز هذه الحلقة في فن المعمى يقولون اسم من قد هويته ظاهر في حروفه فإذا زال ربعه زال باقي حروفه ما المقصود من هذين البيتين أو ما اسم عشيقة الشاعر صاحب الأبيات معلم فوق رمس مكحل الطرف نعسي أذابني عند لمسي بعمق عمقي منه رميت عن كل قوسي أسيره مذرماني من وجنتيه بورسي أفاض في حنينا وساسني خير سوسي أميل في مقلتيه ولا يرق لنوسي أنا أبيع إذا ما عشقت نفسي بفلسي بنيت فيه حياتي على ركائز خمسي أحبه أشتهيه عشقته حد طيسي أذوب فيه وإني دهيت منه بمسي وكافرا كان جني فكان آية كرسي هواه سر هواني أذل وهو المقصي ألذ من ريح بن وقطعة من غالكسي وفعله في غرامي كفعل شاس بن قيسي كعشق عبلة عشقي أنا إليه بن عبسي سمو ألا كنت منه ولم يكن رأى قيسي ما في الحقيقة إلا الخيال عن بعض حدسي وعيروني يا أني أخو الضلالي بخلسي أما اهتديت لحب الرسول تفديه نفسي محمد بهداه يزيل ظلمة دمسي أهيم فيه فيجلو هواه جثمة تعسي ما الليل يحجب مهما يطول طلعة شمسي وما لبدر تمام إذا تبدى بطمسي أو ثان مكة هدت والقدس لليوم قدسي لليوم أشحذ سيفي وعود نبعة قوسي فإن تعثر خطوي دنا بوعدك عرسي يا مشعلًا وضياءً ومعلمًا فوق رمسي له يميل عداه من كل بابا وقسي وسل قياصر روم وسل أكاسر فرسي فكل صاحب عدل يراه زهرة لتسي إن كاثليكي دين أو كائناً أرثودكسي فيشهدون جميعًا بأنه خير إنسي وأنه خير من قد سمى بلا أي لبسي وفك أسر نفوس أقضها طول حبسي فما على الأرض يحيى المثيل في طهر حسي ولا على جانبيها شبيهه في التأسي أحبه أحبه وهو مني مقام سرج لحلسي أحبه وهو تاج مرصع فوق رأسي وكل حب سواه أبيعه بيع بخسي ملأت منه بقلبي نسائجًا من دمقسي عسى على عهودك على عهودك إني لليوم أصبح أمسي عسى يوم ألاقيك منك أملأ كأسي يا أي هذا المفدى بالروح يا زهوى أنسي زرعت في نبض قلبي هدى تجذر ترسي سقيتني منك هدياً فاخضر بالحب يبسي فطبت زرعًا وسقيا يجود في خير غرسي فكلما مال دهري إخال نهجك ترسي به أشد وثاقي أعض فيه بضرسي بك ابتنيت أساسي فكنتني كنت أسي من أخمص القدميني إلى ذؤابة رأسي جعلتك النصف فيه وثلث قلبي وسدسي فكنت كلي وملي سواك زادي ولبسي وكلما ازددت قرباً إليك أدرك نفسي وكنت يومي هذا وفي غدي وبأمسي إن لم أجزك مديحي فيا لشدة بؤسي عليك مولاك صلى والآلي والمتأسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دمتم بأدب والسلام عليكم ورحمة الله فخذ عزماً تقيم به لساناً يبين على معانيه عليّ لئن بعدت عليك الأرض فاطوي بآداب قفار الأرض طيّة بآداب قفار الأرض طيّة هو العنوان ترجمة نانسي قنقر